فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل من القرآن محكمات ومتشابهات فالمحكمات هي بينات الدلالة الواضحة والمتشابهات هي ما فيها خفاء أراده الله لحكمته البالغة فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن منذرا لكل البشرية إلى قيام الساعة وكل أهل عصر وكل أهل وقت لا بد أن يكون لهم نصيب منه وحظ لم يناله من سبقهم ولذلك شرع التدبر لجميعهم وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الاعتبار وإعمال العقول وإلى التفكر وجعل التفكر زيادة في الإيمان وتقيما لسلوك الإنسان ولذلك قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار